في حاجة حستها بشكل واضح انه في لعيبة كان بتلعب مع كالوس كيروش مختلفة تماما عن لعبهم في الأنداء يعني عبد المنعم الوينش عمر كمال عبد الواحد تمام عشور حتى مران حمدي كل اللي أحيلك على مران شوية التغييرات اللي كانت بتتعمل كان بتتعمل بقلب جامل ماتش المغرب لما يتصاب الجنين وينزل صبحي ما فيه ايه الله صبحي اه اللي بيخلي بقى كل اللعبة دي تبقى جاهزة في أي وقت الملعب مع اللعيبة طريقة المعنويات اللي أستاذ في الشرح وطاقة المعنويات اللي بيديها بأمثلة يعني ما بيديش كلام مرسل كلام بأمثلة حقيقية كلام بأمثلة ده حصل كذا زي ايه؟ يعني مواقف ده أنا حصل في ريال مدريك كان كذا وحصل كذا كذا ده أنا حصل في منشستر أنا كنت في ماتش في جنوب أفريقيا وحصل كذا 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 خلي انت اللعب بيحكي لك بمثل مثل بيشبهك بديبقى أو بيقول لك مثل دي بيبقى وكان يقول لهم فيه خاف وما تقلقش فيه لعيبك ده فيه فيه لعيب الفلاني الفلاني في معقف كذا كان بيعمل كذا ما كانش بيشوت مش عارف ايه حاجات كتير أسماء كبيرة بقى أسماء فاللعيبه خلاص بقت تسمع ومصدقاه وكان ده بيترجم جوه الملعب من ارتباطهم وتجمعهم مع الراجل في التجهيز وإحنا بمساعدتنا معه كان رائعا لما انتوا كنتوا بتيجوا تختاروا القائمة اللي انتخف في معسكر في بطولة أنا كنت أسمع أنه كل واحد في الجهاز الفني كان بيبقى حاطة أسماء حاطة لست كده بأسماء وبتعودوا يتنقشوا فيها بيطلع عنا بيطلع عنا كل واحد يعني هو كان كله لأ كانت كنت ترى بيزغى والماتريكس في إيدك وبتحط وانتشوه طب ده لأ ليه عايز تشيل ده اشرح طب في حاجة اختلفنا عليها اللي اتنين محللين قاعدين أولي يا حسين حطي الإيدك هنا كذا ونشوف نتفرج مع بعض على مواقف معينة فيقول لا عشان كذا مش هنعمل دي وعشان كده مش هناخد ده أو هناخد ده طب ده نأجله للفترة لا الفترة دي محتاجة ده لا يعني كل حاجة بحساب يعني طيب يعني أنا برده حسب معلوماتي في أهمت إن الاستاتيستيكس دي اللي طلعت الأرقام اللي طلعت دي هي كانت سبب الاستبعاد مثلا لعب كبير عارفين نوع لعب كبير زي أفشة شريف طريق حامد إنه مثلا إنتوا أكيد اختلفتوا على أفشة أكيد مش شرط حرارك بس أكيد في الجهاز الفني لا في المنقشات على لعبة فيها مفهوم والتغيير أثناء البلاش ده لأ قط ده منها تغيير شريف الشهيرة اللي نزوله طلوق حصل إيه في التغييرة دي حصل إيه حصل إنه هو اطرد في المنورة دي تمام وخلان أنا على الدك طرد دخل قط اللبس وقط اللبس فيها التلفزيون معكس المطش اللي خده إيقاف في النهائي اللي أنا كنت وقف فيه على الخط وهو كان في المدرد فيه فكان مع المترجم بمعاته لي تعالى فأروح داخل قط اللبس دي تعليمات شوقي زوق زقنا شوقي لقدام عايزين نعمل كذا 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 تماما فجات في التغييرة دي كان فاضل تغييرة كان فاضل تغييرتين وقلنا نازل زيزو إحنا عاملين حسابنا في ضربات الجزاء متجهزة من بدري طبعا فقال لأ أنا حس إن شريف هينزل يجيب جون شريف هينزل دلوقتي فاضل عشر داي في اللي تشوتل الرابع دلوقتي هيجيب جون خلق ما تقدرش تقول للمدرب حس الإحساس دا سعد بيبقى صادق ومش وقت اختلاف قوي يعني في الوقت جرينا دهلي قال لي عندنا دامج نغير مين قلت له قال لازم زيزو عشان هيشو دربات الجزاء فقلت له أخو هنغير مين فقال لي رمضان قلت له رمضان كان نازل وكان كويس ورمضان كم من اللي بيشونه دربات الجزاء صح قلت له رمضان في الليستة قال لي مين في الليستة قلت له ما فيش غير شريف قال له اوكي شريف وبعدين نبقى نتكلم مع شريف خلاص شغل ناحية عملية خلاصنا وأول هو بعد مكسبنا هو جري من جوه جري على شريف واعتظر له حضنه أنا رحت المؤتمر لأنه هو كان متروط قال لي أول حاجة تقولها في المؤتمر تشرح موقف اللي حصل لشريف وتقول كذا وكذا وكذا تشرحه بالزبط يعني وفي قط اللبس والدنيا والشريف بصراحة ما خدش وقت كان من دقيق طبعا لكن ما خدش وقت كتير الفرحة والمكسب لكن الحاجات دي بتحصل فكان فيها مدولات ده بيحصل في المناقشة الماتريكس نفسه أو القائمة اللي احنا بنشتغل ما بيبقاش فيه اختلاف كتير طول الوقت ترجمة نانسي قنقر